سواء بقى هم أهلوية زملكوية ترسنوية سبعالوية أي أن كان هتلاقي الملمح اللي أنا هقولك عليه ده إن إحنا أنا شخصيا طول ما اللعب جوه مصر أنا بشجع الأهل إنما لو بقى أي فريق مصري بيلاعب فريق من خارج مصر يعني الزمالك بيلعب في أفريقيا أو في الكونفردرانية الإسماعيلي بيلعب في أفريقيا أو الإسماعيلي أو بيراميز أو أي فريق مصري بيلعب مع فريق غير مصري بيلعب مع فريق غير مصري إحنا بنشجع الفريق المصري وفيش حاجة اسمها لأنه ساعتها مهونتا هو تقييم الدول بيجي إزاي في ترتيب التحاد الفيفا بيجي بنتائج الفرق كلها يعني وخب بلدنا كل الفرق اللي بتمثل البلد بالضبط كل فرق هتكسب في بطولة هيخلي وضع مصر أفضل في هذا الترتيب أو في هذا التصنيف وهتلاقي ده على فكرة زي بقولك كده ما المحام عند الجيل بتاعنا اللي شاف الفترة دي في التشجيع هتلاقي ما فيش عشان كده كنت دايما حضايك تقول أنا بشجع من واحد لتسعة منتخب مصر منتخب بلدي وفي الأندية النادي الأهلي يعني بعد من واحد لتسعة يبقى النادي الأهلي في الأندية بدون منافس ولكن في البداية منتخب مصر ده صحيح يعني انت بتشجع منتخب ده شيء طبيعي بس طب الزمالك بيلعب وأقسم بالله هذا كلام مش للإعلام مفهوم؟ مفهوم؟ ده صحيح بتحكي من قلبك يعني آه ونفسك ناسك يعرف فكرة بيشجع ونفسي الزمالك يغلم ويطلع للدور اللي بعديه ولو بطوله طالما مش بيلعب الأهلي طالما مش بيواجه الأهلي طالما بيواجه فريق تاي بيلعب فريق خارج مصر بيلعب فريق خارج مصر بيلعب فطولة إفريقية بقى أين كانت تتمنى الصورة دي ترجع للتشجيع عند جماهير كل الأندية؟ يعني والله طبعا أتمنى جدا وأتمنى أنه بالتالي كمان الجماهير تلعب ترجع تاني للمطشات لأنه هي الجماهير هي روح الكورة واخبالك بس أنه يعني يبقى فيه بشاير لأنه كل شوية كل ما ييجي مطش فيه جماهير أنه مفاجأ بأنه فيه موعد تحصل مشكلات بتخلي صعب الأمور تاني بتصعب الأمور تاني وبتخلي الأمن يفكر مرة تانية وكذا احنا عايزين نرجع شوف على الشاشة عايزين الصورة دي عايزين الماشة بدا يرجع تاني حلاوة الكورة كلها واحنا شفناها على فكرة قريب مثلا لما بيتلعب كاس السوبر مثلا في الإمارات بين الأهل والزماء انت بتشوف المصريين اللي هناك واخبالك الأهلوية عاديوا في مكان ومو الزمالكوية والتشجيع محترم جدا ورائع جدا بصرف النظر واحتفالية كبيرة خارج مصر وإمارات احتفالية فيها بهجة واخبالك فبالتالي هي دي كورة ليه نتحرم يعني ليه الأهل والزمالك يلعبوا بجمهور في الإمارات وما يلعبوش بجمهور في بلده ليه نتحرم من ده من هذا المشهد الرائع اللي هو والله بتبنى يعني انه انه وده بقى بيخليني أرجعك لفكرة التعليم اللي هو انت بتقولي بيعمل لخبطة في إيه لأنه اشتركوا في القناة